شكراً لبقائكم معنا هذا تذكير بأبرز عنوين الحر الليلة تبعنا في الساعة الأولى هل حقاً بلغ التهديد الإيراني أعلى مستوياته وكيف ترده واشنطن تبعنا أيضاً ما حجم التهديد الذي يشكله داعش في سوريا وهل استهدف ميليشيات إيران ونتابع في هذه الساعة مشاهدينه هل تستخدم الحكومة العراقية حقوق شعب أقليم كردستان ورقة ضغط على أربيل ومارد بغداد باتجاه الحكومة العراقية في بغداد وجه مسرور بارزاني رئيس حكومة أقليم كردستان العراق تصريحاته التي حذر بها من مغبة استخدام مستحقات أقليم كردستان وحقوقه كورقة ضغط على شعب الأقليم تصريحات لبارزاني استبقت زيارة مرتقبة له إلى العاصمة العراقية حيث من المرتقب أن يبحث مع المسؤولين هناك القضايا العالقة بين أربيل وبغداد هل حقاً تستخدم الحكومة العراقية في بغداد حقوق الأكراد كورقة ضغط على حكومة أربيل وهل تتجه العلاقات بين الحكومتين إلى التصعيد وما هي أبرز الملفات العالقة لن نقبل استغلال حقوق شعبنا كورقة ضغط سياسية رئيس حكومة إقليم كردستان العراق طالب بأن يتم تنفيذ الاتفاق المبرم بين حكومته والحكومة العراقية بشأن مشروع الموازنة الاتحادية بحذافره الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي واجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة بسبب انهيار أسعار النفط والخلافات مع الحكومة الاتحادية في بغداد بشأن تحويلات نقدية الأزمة تسببت في تأخر رواتب الكثير من عمال القطاع العام ما أدى إلى اندلاع مظاهرات احتجاجية أدت إلى مقتل وجرح العشرات بحسب حقوقيين من جانبه ألقى مسرور برزاني باللائمة على تأخر التحويلات المالية من بغداد وفي رسالة تهنئة بمناسبة العام الجديد طلب برزاني من الأطراف السياسية تنحية الخلافات جانبا ومجابهة التهديدات التي تستهدف الحقوق العادلة والدستورية مشاهدين حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد المحلل السياسي جاسم الموسوي ومن أربيل ينضم إلينا عماد باجلان عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مرحبا بكما ضيفي الكريمين كل عام وأنتما بخير لا أعرف إذا كان الضيفان طيب أستاذ جاسم مرحبا بك لأبدأ معك بداية كل عام وأنت بخير لو أخذنا التصريحات التي قالها رئيس حكومة أقليم كردستان بالإضافة إلى رئيس الأقليم بأن هناك جماعات سياسية في بغداد ظلمت حقوق أقليم كردستان وبالتالي كانت هناك دعوة أيضا لتدويل هذه القضية وإشراك الأمم المتحدة هل هذه التصريحات كانت بغداد تنتظرها من الأقليم بعد الحديث عن اتفاقات بين الجانبين يعني بالبداية كل عام وأنت بألف خير ومشاهدي قناة الحرة الكرامة ودعني أقول أيضا تحية لضيفك الكريم وإلى الشعب العراقي من أقليم كردستان إلى البصرة بالتأكيد هذه الرسالة أنا أعتقد لا تنم عن استعداد للسيد رئيس حكومة أقليم كردستان لأن يذهب إلى بغداد وهو محمل بقبول ربح منقص وخسارة محدودة بقدر ما هي رسالة متشنجة أراد أن يصدر فيها الأخطاء التي ارتكبتها حكومة أقليم كردستان اتجاه بغداد التي تنوع فيها رؤساء الوزراء وبقيت حكومة أقليم كردستان على لون واحد يعني تعرف لديهم كانت خلافات مع السيد المالكي لديهم خلافات مع السيد العبادي لديهم خلافات أو لا أستطيع أن أقول خلافات إنما أثيرت خلافات من قبل البرلمان مع السيد عادل عبد المهدي وتنازلاته واليوم مع السيد الكاظمي الذي أنا أعتقد يعمل بطريقة الانفتاح على جميع الأطراف ولا يريد من الأزمات الداخلية أن تتعمق أنا باعتقادي لو أن السيد رئيس حكومة أقليم كردستان تقدم برسالة أن الحكومة ذاهبة إلى بغداد الأم أو الحكومة الاتحادية وهي محملة بحلول أفضل من أن يكون هناك تحميل لبغداد على أنها تتحمل مسؤولية الأخطاء التي ارتكبت أيضا دعني في نقطة في غاية الأهمية عندما تستريح كردستان لا يوجد هناك ضغط جماهيري على كردستان فإن كردستان لا تلتفت إلى بغداد وتفرض الشرط وعندما يكون هناك ضغطا داخل إقليم كردستان تتهم أن بغداد هي التي تتلاعب بالورقة الإنسانية للشعب في كردستان ولذلك أنا باعتقادي الأزمة والمشكلة الحقيقية هو على كردستان أن تفكر على أنها حكومة في ظل دولة اتحادية ما لها لها وما عليها عليها إذا ما تخلت عن كثير من الالتزامات التي تعهدت بها فهذه ليست مشكلة بغداد طيب سيد جاسم هذه كثير من النقاط المهمة التي حضرتك ذكرتها خلي نشرك معنا ضيفنا من أربيل سيد عماد باجلان سيد عماد بداية كل عام وأنت بخير استمعت إلى النقاط التي أثارها ضيفنا من بغداد قال كان ربما الأولى الأفضل أن تكون الرسالة أكثر حنية لو صاخ التعبير تجاه بغداد بدل أن تحمل مثل هذه المفردات التي تحمل مسؤولين سياسيين في بغداد مسؤولية ما يجري في الأقليل نعم بداية تحية لك وإلى ضيفك الكريم وإلى مشاهدين قناتكم الأكارم وكل عام أنتم بخير يعني حكومة الحكومة الاتحادية استخدمت للأسف قبل هذا الوقت استخدمت رواطب موظفين وقوط موظفين شريحة ومتقاضين رواطب بورقة سياسية ضد الإقليم هذه ليست المرة الأولى وحكومة إقليم كوردستان خاصة هذه الكابينة أبدأ استعدادها لتصفير كل المشاكل وعرضت على الحكومة الاتحادية الكثير من المقترحات والحلول منها تسليم ملف النفط بالكامل إلى شركة تومو وإلى وزارة النفط العراقية ولكن بغداد تتعامل بالزواجية مع الإقليم ترى الحكومات تمتنع عن تصفير المشاكل وترى عندما تستعمل الحكومات تستعد لتصفير المشاكل البرلمانيين والكتل السياسية تعمل على عرقلة تصفير هذه المشاكل أما الموضوع واضح هل يعقل أن دولة مثل العراق 95% من وارداتها الريعي أو الاقتصاد الريعي الموحد اللي هو النفط ولا يوجد فيه قانون من نفط وغاز هذا غير منطقي يعني هناك الكثير من المشاكل في الحكومة الاتحادية وبين حكومة أقليم كردستان للأسف نحن الآن في أقليم كردستان ندفع ضريبة عدم تصويتنا بإخراج القوات الأمريكية هذه باتت واضحة بعد التصويت بشهرين أو ثلاثة في نهاية عهد السيد عبد المهدي التي لم تكن أي مشكلة بين كردستان والحكومة الاتحادية قاموا بقطع رواتب الموظفين في الأقليم سيد عنات فقط حتى نبين هذه النقطة لمن يشاهدنا الآن لأن حضرتك تذكر سياق تاريخي تقول عدم تصويت الكرد على إخراج القوات الأمريكية هذا التصويت الذي جرى في البرلمان في بغداد عقب مقتل قائد فيلق القدس قائد سليمان العام الماضي الكرد انسحبوا الكتل الباقية صوتت باتجاه إخراج عن قوات الأمريكية من العراق فبالتالي تقول بأن الكرد الآن يعاقبون على عدم تصويتهم على إخراج القوات هذا واضح لدى القاسي والداني أن عدم امتناء الكتل الكردستانية بإخراج القوات الأمريكية طبعا هذا الامتناء لم ينم عن عداء إلى إيران على العكس تماما نحن كحكومة أقليم كردستان وأقليم كردستان ووثيقة مع الجمهوري الإسلامي الإيرانية ولدينا مشتركات ولكن هذا لا يعني أننا نخسر ولايات المتحدة الأمريكية ونصوت على إخراجهم لنجامل إيران لأننا لدينا تجربة سابقة في عام 2011 أيضا الأقليم وقف ضد الحكومة المالكة في إخراج القوات الأمريكية ولكن أخرجت القوات الأمريكية حكومة المالكة والنتيجة كانت بعد سنتين العراق سقط بيد داعش يعني في كردستان الساسة والقادة والحكومة يحرصون على توازن القوى ليس على حساب الدولة على أخرى سيد عماد لو سمحتني فقط حتى نبقى في إطار ما يعني يشهده الإقليم وبغداد هذه الأيام خصوصا بعد الحديث عن اتفاقات بين الجانبين سيد جاسم موسى وضيفي من بغداد أعود إليك الآن يعني السؤال البسيط لماذا لا يتم التوقيع على اتفاقات مفهومة وواضحة بين الجانبين دائما هناك حديث عن اتفاقات شفاهية بين الجانبين وصلا إلى نقاط اتفاق يخرج الوفدان ويلتقطاء الصور بشكل جيد ولكن تعود المشاكل من جديد إلى المربع الأول لا توجد هناك رغبة من بغداد من أربيل لتصفير هذه المشاكل يعني فقط تعقيب بسيط أن بغداد في وجودها السياسي هو ليس فقط وجود شيعي يعني تعرف قوة سياسية السنية كثيرة في بغداد وأيضا رفضت أن تصوت على قرار إخراج القوات الدولية وليست الأمريكية نصا هي القوات الدولية وأيضا جزء كبير من الشيعة يتعاطفون ويعرفون ويعترفون أن هناك دورة كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية في إسقاط النظام الدكتاتوري والعراق أيضا لا أعتقد أن من أقصر يمين إلى أقصر يسار يراد أن يقاد العراق بطريقة عمودية سيد جاسم بس هذا موضوع خلينا أعود للموضوع لو سمحت لا أنا فقط أريد هناك حدثت خلافات ما قبل 2013 في زمن المالكي في زمن العبادي لم يكن هناك تصويت كان هناك خلافات أنا هنا نتحدث عن لماذا لا تحل أنا باعتقادي الفترة الأخيرة التي كان هناك ربما ضغطا كرديا عندما جاء الوفد الكردي أيضا جاء بأرقام اصطدمت وارتطمت بوزير المالية العراقية الذي فند أن هذا العدد الكبير من الموظفين أو أسماء الموظفين التي أرسلت إلى بغداد وأيضا كان هناك خلاف حول المنافذ الحدودية ونسبة إعطاء بغداد الحكومة الاتحادية 50% وما يتعلق بالنفط أيضا لا أعتقد أن الوفد كان يحمل فعلا يعني الإرادة بتسليم نفط إقليم كردستان إلى شركة سومو إنما كان الحديث هو أن هناك ديول للشركات النفطية التي استخرجت النفط من إقليم كردستان وعلى الحكومة الاتحادية أن تعود ذلك وحتى موضوع استقطاع 250 ألف برمين من الموازنة صحيح تم استقطاحها ولكن كانت الصيغة التي ترغب بها بغداد أن إقليم كردستان تسلم ولا تستقطع بغداد بمعنى تسلم أولا ثم تستقطع بغداد لكي لا تتحول بغداد حتى نجيب على هذا السؤال أستاذ جاسم لو سمحت لي السؤال البسيط الذي طرحته في البداية لماذا لا يتم توقيع اتفاقات بين الجانبين يعني هذه المشاكل إذا ما بقيت على حالها فإنها لن تحل بلا شك يعني بأنها ستعود إلى المربع الأول دائما حتى وإن جرت اتفاقات شكلية بين الجانبين سريعا أرجوك طبعا طبعا أنت تتحدث عن وفدين لا تتحدث عن وفد واحد سليمانيا كانت تأتي إلى بغداد مستعدة لتوقيع الاتفاقات حكومة إقليم كردستان في أربيل تحديدا السيدة البرازاني غير مستعد للمجيء والتوقيع على ما تم الاتفاق مع الجانب الكردي بشقه الاتحادي ونذاك تكون هناك خلافات يعني لا توجد إرادة للتوقيع على اتفاق أو دعني أقول ينسق العلاقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بالشكل الذي لا تضرر في المشاكل عدم وجود الإرادة الكردية وليس إرادة بغداد لا أعتقد أن بغداد تريد أن تفتح جبهة مع إقليم كردستان ومع شعبنا في إقليم كردستان لأن المشاكل من الداخل كثيرة وكبيرة أشوف ضيفي من أربيل يبتسم ربما يعني هو لا يتفق معك على فكرة الخلاف الكردي الكردي ويبعث بوفدين تفضل سيد عماد يعني هذا الكرام جل احترام لضيفك الكريم غير دقيق الوفد الذي زار أقليم كردستان والذي بات في بغداد أكثر من 15 يوما كان برئاسة نائب رئيس وزراء الأقليم السيد قباط طلباني من الحزب الاتحاد الوطني الكردستاني وهو مشترك في الحكومة وهذا الوفد قطع الطريق أمام الكتل السياسية وافق على كل البنود ولكن الخلاف ليس بين الحكومة الاتحادية وحكومة أربيل ولكن الخلاف سياسي مفتعل الكتل السياسية منها اليوم كثير كتلة دعني يقول الفتح يمنعون تمرير قانون موازنة التي اتفقت حكومة أربيل وبغداد على مستحقات تقليم المالية يا سيد العزيز المسألة واضحة وضوح الشمس المسألة أزمة مفتعلة من الكتل السياسية في البرلمان وهذه ضريبة قلت لك إذا كانت أزمة مفتعلة سيد عماد فقط هذه نقطة مهمة لو سمحت لي يعني أتواصل بها معك تقول أزمة مفتعلة بسبب بعض الكتل السياسية في البرلمان العراقي أريد أن أنقل لك ما ذكره قبل قليل ضيفي من بغداد سيد جاسم الموسوي بأن أقليم كردستان كلما حصلت هناك أزمة يذهب إلى بغداد لإجراء اتفاقات وحينما تكون الأمور جيدة يترك بغداد أريد أن أقول لك ما قاله قيادة بالجماعة الإسلامية ريبوار حمد قال إن حكومة أقليم كردستان لم توقع حتى الآن على اتفاق مع الحكومة الاتحادية بسبب أن الأقليم أراد امتصاص غضب الشارع الكردي على تأخر صرف الرواتب يعني هو يحمل الحكومة بأنها فقط تريد أن تتحاور مع الشعب امتصاص غضبه تقول نحن نتفق مع بغداد لا تغضب أكثر من هذا المستوى الذي شاهدناه في السليمانية لا لا هذا الكلام جل احترامي لضيفك الذي ذكرته ولضيفك غير دقيق بدليل أنه أول يوم أول اجتماع لرئيس الوزراء الأقليم السيد مصر البرزاني في عام 2019 بعده بيوم سافر إلى بغداد ومع وفد رفيع المستوى وفي عام 2019 الرواتب كانت توزع وتمشي وتأتي إلى كردستان ولكن الفرق من الجانبين كانت تجتمع والوفود تزور بغداد وكذلك العكس هذا يعني أن هذه الكابينة ورئيس الوزراء أو حكومة الأقليم تريد تصفير المشاكل ولكن المشكلة ليست في الحكومة الانتحادية خاصة في حكومة السيد الكاظمي وكذلك السيد عبد المهدي ولكن المشكلة تفتعلها القيادات والكتل البرلمانية قانون تمرير قانون الاقتراض هو الذي أثار المشكلة وميز بينها مكون على حساب مكون آخر وإلا ماذا تقول حكومة تقليم كردستان تبيع النفط وتؤمن ثلثين رواتب تأخذ فقط ثلث من رواتب من الحكومة الانتحادية في حين الحكومة الانتحادية أيضا بغداد تبيع النفط وبكميات كبيرة ولديها موارد أخرى تذهب وتقترض داخلينا وخارجيا لتأمين الرواتب مع معنى أن حكومة تقليم كردستان تخفف الحمل عن الموازنة العامة تبيع ثلثين وهي تؤمن ثلثين ولكن المسألة هي كما قلت لك سياسية بحتة لا هي مالية ولا هي فنية ولا هي قانونية إذا خلاف سياسي خلاف سياسي بين الجانبين إذا ما حل هذا الخلاف سياسي بحسب ما تقول سيد عماد بين الجانبين ستعود الأمور إلى طبيعتها سيد جاسم المسوي بدقيقة وأقل لو سماحت إذا ما ذهب أقليم كردستان لتدويل هذه المسألة بحسب ما قال رئيس الأقليم بأنه يدعو الأمم المتحدة لحل أو لأخذ دور المراقب لحل هذه المشاكل بين الجانبين من الرابح والخاسر بدقيقة أرجوك بكل تأكيد بغداد الرابحة بغداد فيها مساحة كبيرة من السلطة التشريعية والحكومة تتألف من جميع القوى السياسية والتي دعمت أقليم كردستان لعدة مرات أنا أعتقد هو استفزاز سيكون لبغداد ولا ربما سيكون فلن تستجيب بغداد لكل مطالب الأقليم التي قد تكون فوق العادة أو فوق الطبيعة عليهم أن يعتمدوا وأن يستندوا على ضمانة البرلمان العراقي من أقصى اليمين إلى أقصى الهيسار لا يوجد عداء سياسي لشعبنا في أقليم كردستان إنما يوجد سلوك سياسي غير منطقي من قبل حكومة أقليم كردستان عندما تعتقد هي الأعلى وفي حالة الاستقرار ويتدعو حتى إلى الانفصال في بعضها أو تهدد بالانفصال من بغداد المحلل السياسي جاسم الموسوي شكرا جزيلا لك ومن أربيئي لعماد بانجلان عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم